الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيقول الله جل وعلا في محكم تنزيله في صورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد نقف مع المساجد شوية ونمشي لباقي الآية إن شاء الله سبحانه وتعالى المساجد هي مأخوذة من سجدة يسجد وهي جمع مسجد وقد أضافها الله سبحانه وتعالى لنفسه إضافة تشريف وتكريم وتعظيم زي ما ربنا قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع والركع السجود بيوت الله سبحانه وتعالى أدى من شعائر الله أي من أوامره ربنا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والناس يا أخواننا ألبي يمشوا المساجد ألبي يصلوا صلوات الخمسة في المساجد الصفة دي من صفات المؤمنين ربنا قال في صورة التوبة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله الله قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وديل الله سماهم رجال شفت الناس اللي بمشوا بصلوا في المساجد ديل نحن بنقول لي أي زول حافظ على الصلوات الخمسة عشان تدخل الجنة دي الصفة دي من صفات الرجال ربنا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال بالصباح وبالمساء بعد الآدي ربنا قال الرجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله قال ليجزيهم أجرهم بأحسن ما عملوا ربنا قال والله يرزق من يشاء بغير حساب فمن صفات المؤمنين إن أخواننا الزهول حافظ على صلوات الخمسة في المساجد التعارفين في وحدين من الصوفية ما أبصلوا في وحدين قاعدين هنا في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية تأليف الحاج إسماعيل ابن السيد محمد سعيد القادري والمواقيد بتاعت الخرطوم أو بتاعت السودان بتفرق من المواقيد بتاعت السعودية بهناك بفرق بتاع أزان وأزان المهم ده بقول لهم التوامش الجامع وأنا بمشي بصلي في مكة عليك الله ديل ما مساكين ديل مساكين تقول لهم كيف الكلام ده يقول لك أيها حس لو سألت الصوفية يقول لهم الشيخ بتاعكم ده قال أنا بمشي بصلي في مكة يقول لك أي تقول لهم كيف يقول لك ده طبعا منه على الخطوة تقول لك كيف الخطوة دي يقول لك واحدة هنا والتعني في بورسودان طوالي حس على كالله ده ده بصدي جزوه العاقل كده يوم كده في سؤال نحنا بنسأل للصوفية أنتم مش قلتوا أحلى الخطوة دي واحدة هنا والتعني في بورسودان هاي الزوال ده ما في سؤال منطقي كده السروال بتاعه ده خياته له وين ده خياته له وين والخياته له منه ده ذات ده كمل الدمورية وتلقاه وكمل الحاجات كلها كمل حتى اللقم شزاته على الناس لكن ده كلام فارغ ده الدين بتاع الصوفية إنك تسلم عقلك ده للشيخ لو قال أي حاجة وما تعترض قل لك لا تعترض فتنترض المهم الصوفية ده في ناس ما بصلوا عشان ما يغشوا الناس ساكن وده الكلام اللي بيتعلق بالمساجد أما تمام الآية ربنا قال فلا تدعوا مع الله شنو أحد أحد دي يدخل فيها أي أحد لا تنادي نبي ولا تنادي رسول ولا تنادي صالح ولا طالح تنادي الله براوه ليه؟ لأنه ربنا قال في القرآن الكريم الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله قال لك نادينا تنادي لك زول زيك يا صوفي زول بياكل ويتا بتاكل وهو بيشرب ويتا بتشرب وهو بمشي الحمام ويتا بتمشي الحمام كاف تناديه من دون الله سبحانه وتعالى عرفتها؟ تنادي لك زول زيك ده حرام وده ما أبجوز عرفتها؟ ربنا في القرآن الكريم وعدك بالإجابة لو أنت دعيته الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي الله قال سيدخلون جهنم داخرين موش الصوفية ديل موش قالوا بيتحكم في الكون موش قال الصوفية بيتحكم في الكون زي ما قال قال حسن واتحسون بكم قال حسن فوق الكون متحكم قال حسن ينطق لمدبكم قال حسن نافي للكبر والجور قال حسن أحيا الميت المقبور موش قلتوا بتتحكم في الكون خليوا يبين فينا نحن هنا موش قلتوا قلتوا خلون يبينوا وينهم شيوخهم دول ما قاعدين يشتغلوا شيوخ بتاعنا الصوفية ديل نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نجيب لك الشيوخ بتاعناك ديل تشت وما بيعملوا أي حاجة عرفتها؟ لأنه نحن متوكلين على ربنا سبحانه وتعالى وربنا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه لكن إنت المتوكل لك على ضريح ومتوكل لك على شيخ زول زيك زول زيك كده إنت احتمال تكون أحسن من الشيخ ذاتك عرفتها؟ كيف تناديه من دون الله سبحانه وتعالى وتزعل تزعل لشنو؟ تزعل ليه؟ عرفتها؟ ربنا قال وإذا ذكر الله وحده إش مأزت؟ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الله قال وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون التهسي 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 لما نحن نقول لك نادي الله نقول لك نادي الله براو إنت تزعل؟ إنت تزعل؟ زعلان ليه؟ نحن قلنا لك يا عمنا ما تنادي الشيخ بس والله دار ليك الخير والله الذي لا إلى غيره دار ليك الخير وما دار ليك الشر لأنك لو ناديت الشيخ بتمشي النار ونحن والله ما بنرضى لأي مسلم إنه يدخل النار دار ليك الخير لكن مرات مرات الزول بيرفض الحق بيرفض الحق ليشنو؟ لأنه عنده عقيدة في الشيخ العقيدة دي دعا برا خلي عقيدتك في الله براو عرفتها؟ ربنا قال وإذا ذكر الله وحده إش مأذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إش مأذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الله قال وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون لو دقينا نوبة هنا شفت لو جبنا ولاد حاج الماحي ولا ولاد الكباشي لو دقينا النوبة بيجاي هصصوا فيها كان ما في بيطلع التلفون وبدو قلاس مع والله في حاجة شغالة في السوك هنا بيجاي داك بيقول لي وصف لي بيوين ويقول لي شايفة الزلطة الرئيسي الشجرة بتاعت النيمة الكبيرة داك بيخلي شغالانته وبيركب باحتمالها تدير له ركشة ولا موتر سريعي دي بيحدى ويقعدوا يعرضوا إتا بتقبل الباطل وبترفض الحق المهم نحن ما علينا إتا ما تنادي إلا الله نحن بنواصل في الموضوع طوالي ما تنادي إلا ربنا سبحانه وتعالى والشيوخ بتاعين الطرق الصوفية قاعدين يخربوا العقائد بتحت المسلمين كثير منهم واحد منهم اسمه عبد الرحيم وقيع الله البرعي ما بتعرفوا البرعي دا قال في كتاب رياضة الجنة ربنا قال البرعي قال في كتاب رياضة الجنة ونور الدجنة قال الناب خطب في البلاد نزيل قال فقل يا ولي الله اسماعيل قضب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل دا البرعي ذات البرعي داعية الشرك وداعية الكفر وداعية إلى الإلحاد خليه بين مش قدتوا الشيوخ بتاعينكم ببينوا مش قدتوا بيعوجوا الحنة خليه عوجه الحنة مش قدتوا الشيوخ بتاعينكم بضروا خلوا يضرون وينهم ما شغالين أي حاجة ولا بيشتغلوا أي حاجة ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم نازيك تخلي الحي الذي لا يموت تمسك في البموت ولا البرعي دا ما بموت ربنا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام البرعي داعية شرك دا من الدعاة بتاعنا الشرك شوية تاني برضو في واحد اسمه الركاني الركاني دا قال نادي ركينيك ما تنادي الله قال نادي ركينيك كالبرقي رمش يلفى الغرقان سوال وينش قال لك عديل دا دعوة الصوفية والناس اللي بينشروا الباطل ديل ديل الصوفية ديل في ناس بيدعامنوا معهم في ناس جوزوا التعامل مع الصوفية ديل ديل انصار صنة عرفتا في واحد اسمه دكتور حسن أحمد الهواري الهواري دا دا رئيس المجلس العلمي بتاعهم دا قال بجوز التعامل مع الإخوان المسلمين ومع غيرهم قال ضد الفرة وجاب له آية هو ذاته فاهم غلط قال الدليل بتاعه ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان التعارف الزول دا بفسر القرآن الكريم على هواه ساي القال منه من المفسرين الموثوق بكلامنا القال منه جيب الطبري جيب السعدي جيب ابن كثير جيب البغوي وين المفسرين ديل لكن فالتفسر القرآن الكريم على هواك دا ما بجوز وهل البدع ديل حرام عليك انت كمسلم تدعم المعاون الدليل ربنا سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها الله قال فلا تقعدوا معه ما تقعد معهم قوم خليهوا نمشي اتتي تجوز التعامل مع أهل البدع اخر حاجة جابوها الصوفية في الجريدة قالوا اختلافنا ها مع المتصوفة قالوا ادى الى عاقة البلاد ديلة انصار سنة ذات دي الدعوة بتاعة انصار سنة الفاشلة الموجودة هنا في السودان وفي غير السودان ان الناس دي الناس بتاعين مال ساكن الناس بتاعين دنيا والحلقات دي اخواننا الغرض منها نحن ما انصار سنة ذاته شب ما في واحد يقول لك الجماعة دي لا انصار سنة نحن ولا انصار سنة والاخوان مسلمين ولا تكفيرين ولا سرورية ولا تابعين لا اي حزب ولا جماعة ولا طريقة بس الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وانا اكتفي بهذا القدر والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحابته والتابعين اما بعد قل الله تبارك وتعالى في سورة الجن وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا الاية ديها ناس اية عظيمة جدا اخذ منها العلماء فايدة عظيمة جدا العلماء قالوا ربنا في الآية دي اخبر انه سبحانه وتعالى لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح الله ما بيرضى يشرك معه والموضوع ديها ناس الان بيكت جاء للموضوع ده ان الله يعبدوا وراه قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا قال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْهَا كويس؟ يا ناس في سؤال بيجي ليه نعبد الله براه ما نعبد غير له الاولياء الصالحين القباب الأضرحة ليه الناس يمركزين يعبد الله براه لان يا ناس الله الخلق الكون كله الله سبحانه وتعالى ليه الربو بيه أنا بأدقى آيات شوف الله عمل الحاجات دي عشان كيه تعبد ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم ليه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا واتم تعلمون ربنا قال قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون شوف الوصف دي كاف لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ربنا قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم طروا دع الله طوارك وتعالى ألم طروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ده ربنا طارك وتعالى عشان كيف تعبدوا ليه لأنه خلقك وخلق ليك الأرض وخلق ليك السماء كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا عشان كيف تعبدوا براه سبحانه وتعالى لأنه له الربوبية أما غير الله ما نعبدوا ليه البورعي بنقول لك ما تناديوا ليه كويس؟ ما تناديوا ليه لأنه عباد دي الله عز وجل كلهم الأنبياء الصالحين الأشجار الأحجار غير دي كل عباد دي الله ربنا قال أفحسي والذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاء عباد دي الله وضعفاء أنا أبين لك بالآيات ما ممكن تناديوه ضعيف الله خلقه قال تعالى أي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون دي الله يا ناس أطلق أن لقوا مخلوق وما أخلق حاجة تعبد كيف قال تعالى في القرآن الكريم واتخذوا من دونه آلهة شوف صفاتهم شنو لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور ربنا قال في القرآن والذين يدعون من دون الله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون تناديم كيف يا ناس عشان كده التعاقب تقديم خليها فيها الله العظيم الله برعه لأنه خلقك وخلق قلب يتناديه وخلق قلب يتعود من دين الله عز وجل وليلا في البلد ديها ناس نديك لها عديل كليه في ناس بيدعوك تناديم غير الله تعود غير الله عديل صراحة ماذا سنة والله وديل بنقول لك بميل الفيه ديلة صوفية والله تزعل تكورك أحذر أن ننصحك كويس ديلة صوفية بيقول لك تناديم من دون الله عز وجل قال البرع في علامة طريق نادي أبو العباس بناديه سيدي ساكن فاس بناديه دا قال لك تناديه من دون العز وجل والله في القرآن أخبر إن الأنبياء كان بيناده سبحانه وتعالى قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ربنا قال نوح بناديه قال تعالى عن أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم ربنا قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر دا ربنا طرقه تعالى بيست يبلعه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين وذلك يقول لك تناديم زي ما قال لك تاني البرع في محل تاني قال لذب الرجال العارفين بربهم كالجيل والبدو دقلاشي قال لك ذلك تناديم وكتل مصيبة وألا في القرآن قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله ما في لها مع الله عز وجل لذلك ما تناديم مع الله دي العبيد دي الله يا ناس ناس عبدوا البشر يا أخ تعبد غير تقعد تليف في القبة طائف كذي دل 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 أساسين أسا مربي القوم بطاهة أسا رجال ميمي يا رجال متعشر يا أخ أعبد الله القوي الكتل دي كتل الليلة يا ناس اللي بعبدون ديل وينهم الناس اللي بعبدون ديل وين اسمعيل الولي وين قل لك ماذا أيوة كتلوا منه كتلوا الله ويتم تعبد الله الكتل القوي ولا الكتل يا ناس قل لك البكتل القوي أعبد القوي قلنا لك تعال نادي شيخنا لا لا احنا قلنا لك امسك في الله القوي الله خلقك وخلق الشيخ وكتل الشيخ وبيقتلك تزاهدك ما تعبده لذلك يا ناس دي من السفا تقعد تنادي لك فوق ناسي رجاله تقعد تنادي والتسعين الفلقلع راقدين ويا صلاح الراقدين غريب وصباح الله دا قلقه هو حقيق يوم تقعد تنادي لك راقدين هو راقد كم بقدر كان قام زاقد تجاسف نفسه حاجة الله قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم دا الله طارقه تعالى الشيخ دي بعرفه كيف والشيخ طلقه من اللقوبة وطابلين نجوه وتاني مدينة ترباز وبغادي طبلة وخاتل يزول ببرع وكان حي زاوته بالحقك كان ناديته كان حي بقومتين يفتحوا الباب إنتين الشيغتك بتكون جاطط العروي ميّلت كله زل بأشياء عقيته براو يابعو بيس القلب الغنوائي تيس يا ودحسونة من المدفونة يا الفي العلوثون لا سرع من التلفون يا وغيرها يا ناس هدل بالحقك الله طارقه تعالى أعلن بك الله أعلن بك عشان كي تناديه ربنا طارقه تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الله قريب لك فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعاد فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدوا تسأل الله يا ناس الرضا ملك فيك تقوى التنادي في غير الله الله قال لي قال ليس الله بكافي عبده دائر شنو تمحتاج لشنو دائر جنة عند الله فوق الجنة عند الله قال تعالى ولله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويناثا ويجعل من يشاء عقيمة دا الله عنده فوض الجنة دا الرزق ما هنا عن بطاري في عن بطاري وقلها فينه نغش الجماعة حجاب بتاع الرزق الرزق لا ما عندك عن بطاري شف شغلتك لم يعدها ذاك يا الله الرزق فوق يا ناس الله قال لك الرزق في السماء تقعد تلفل فينه فين بطاري غشك تلقاه فارش حجاب وانا يفو أحد مشيت ليه والله معاي صاحبك هذه المهمة شيئنا قولنا نشوف الحاصل على الفاكيدة شنو مشيت ليه زايد القناة فارش ليه حجبات كتيرة مصرصين قد صغار قلت ليه دا بتاع شنو الحجاب دا رفعت ليه أحد قال ليه دا طبعا بتاع الرزق دا بتاع الدكاكين قال ليه قلت له كويس بخدته وين قال ليه تخد تفوق بعد تفتح الدكان تفتح الدال فاكيد خد تفوق تعلقوا الزبان ديل بيجوك كتار شديد قال ليه قلت له الشغل تجاعة قلت له تبين زبانك هنا وواحد جنب قال دا وهابي أمش وانا احنا مشينا تاني خليناه وهابي شنو يا ناس الله قال لك وفي السماء رزقكم وما توعدون شوف الله حلف ليه قاعدين الله ضير ليه حليفة وفي السماء رزقكم وما توعدون فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما لكم تنطقون حجاب رزق وابزيدوا لك الله في القرآن قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الله كان قبله خير نفسه بشكل منك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرصعهم من بعده وهو العزو الحاكم دا الله طارقه وتعالى عشان كنا نغشوك حجباتك الشيح المحايات والدين بره أمرق من التلاجه الخاتين أمرق الحجبات ذقل خليقوا توكل على الله الله قال ليك وتوكل على الحي الذي لا يموت ربنا قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساقين دا الله قال ليك توكل عليه ومبتار جايه غشة لهم يا خلالناس الليلة عقيدة طائعة الناس ما أعظمت الله وما قادروا الله حق قدره الناس ما أعظمت الله عشان كده ما قعد في الشرك ما يغشوك يا ناس تقعد تمسك فوق رجاله ما سوقك في عبيد من دون العزو قال يوم القيام يتبره منا كلهم كلهم والله يبقل لك إحنا يقول لك نادينا والله يبقل لك من القرآن ما من رأسه ربنا قال ولو ترى إذ الظالمون وقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لكنا مؤمنين شوف بعدها يبقل لهم شنو الكبار ديلا ساذة كما قال ابن كثير كويس والذين استضعفوا ديلا تبع شوف يردوا لهم يقول لهم شنو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ قاكم بل كنتم مجرمين قالت لكم مجارمة عشان كده بعضهم ديلا بقول لهم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداذا قال ليت تقول نكفر بها الله ماين يقول لك يقول لك هنا بقول لك شنو مريدي لك البشرى تكون على الوفا إذا كنت في هم أغذك بهمتي مريدي تمسك بي ده شيخ القادرية قاعدت هنا بات فرفر ده قد فرفر نمر لك من الكتاب طوالي مريدي تمسك بي وكن بي واثقة ليحميك في الدنيا ويوم القيامة وعلى الله في يوم الدنيا قال لك زولوا بالقزون نفع ضرمف قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجنة أكثرهم بهم مؤمنون بعد ربنا قال شنوه فاليوم لا يملكوا بعضكم لبعض نفعا ولا ضر الله قال لك ما بيملك ده يقول لك بأحميك في الدنيا والآخرة يا ناس بتورط بعدين تتورط والله يتضرها منك تقوها تليف صينيا عشان كده من هنا خلي عقيدتك في الله وراو خلي عقيدتك في الله يوم القيامة تقيل الله بدخلك الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة والله تخوف شجنا طوالب التوحيد لذلك يا ناس الناس ينبجوكم داري لكم الخير والله تجي تسمع تتكيف تمام زول بعض ذولي فوق الله بيزعل إتا كان عندك ولدك سائسي ولدك فات قرأ في الخرطوم قرأ الجامعة وتعلمه دكتور الناس يشكر فوقه بتزعل إتا والله ولد فلان دكتور والله ولد فلان دكتور إتا بتكون متكيف والذي بيمدعو زول بيجي يقول لك يا ناس تمسك فوق الله تمسك في الله القوي تقعد تزعل تزعل لشنو يا زول الله ذكرك في القرآن تقعد تزعل ديتا قاعد مكشوف قال لك ما جابك الله قال وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم استبشرون عشان كذا خلقت من الناس الموحدين والذين اجتنبوا الطاغوتة أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين استمعون القول فيتبعون عسنا صلى الله عز وجل نجعلهم الذين يستمعون القول ويتمعون عسنا وبرك الله فيكم وزاكم الله خير قال لك إن كنت في هم وغم قال فنادني يا مرغني أأتيك بكل سرعة قال لك إت لو في مصيبة وإت في هم وفي غم قال لك ما تنادي الله أصل أصل قال لك ما تنادي الله نادي منه قال لك ناديني أنا إن كنت في هم وغم فنادني يا مرغني أأتيك بكل سرعة فات جدام قال وأجود على أم اللي ترحم طفلها قال ورحمة من في الكون من بعد رحمتي شو أزول لا مشا كيف عشان كده لما نجي نقول لك في الدعاء ما تناضي إلا الله الخلقك ونحن دارين نقول لك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان إت تعرف الدين الصح ودين إت مما سكت شو يغطرك ديل والله دار تلاقي الله تتورط أنا أكلمك أمسك في الله وأمسك في الغرآن والسنة لأن ربنا قال وقال ربكم دعوني أستجب لكم وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة المضطرة إذا دعاه أجيب دعوة الدع إذا دعاه وربنا قال سبحانه وتعالى أم من يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون شاكد تمسك في الله عز وجل واتكون من عباده الذين قال الله عز وجل عنهم الله سبحانه وتعالى تتمسك بالكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال واحتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرغوا ربنا عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي زالكم وصاكم به لعلكم تتقون أكتفي بهذا الغدر